موسيقى للسنة السابعة على التوالي برنامج همسات رمضانية يستأنى في هذا العام النمسا تخصص 250 مليون يورو مساعدات ضد ارتفاع الإجارات رغم العقوبات 91% من الشركات الغربية تعمل في روسيا تسريع عمليات منح الجنسية النمساوية في فين فين في وسط العواصم الأوروبية الأكثر استهلاكاً للمخدرات الاتحاد الأوروبية يحقق مع شركة ريد بول بسبب انتهاكات الاحتكار مرحباً بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم وكل عام وأنتم بكل خير بحلول شهر رمضان المبارك عده الله علينا وعليكم باليمن والبركات يستأنف برنامج همسات رمضانية بثه لسنة السابعة على التوالي ويعود إليكم في رمضان لهذا العام 2023 ويبث البرنامج يومياً قبل وقت الإفطار بعشرين دقيقة تقريباً بعددنا من الأثقار والتلاوات ويرفع فيه أذان المغرب حسب توقيت مدينة فين المعتمد وننوه بأن البرنامج تبث حصراً عبر الموقع الرسمي وقناة اليوتيوب الرسمية وسيتم مشاركته على معرفات النمسا ميديا الرسمية لذلك يستحسن الاشتراك المجاني في القناة حتى تسلق الإشارات يومياً موسيقى صلى الله عليه صلى الله عليه همسات رمضانية فشل حزب الخضر في تمرير اقتراحه لعدم رفع إجارات المنازل وبدلاً من ذلك ستكون هناك مدفوعات لمرة واحدة كحل وسط وبعد أسابيع من الجدل داخل الحكومة سيتم توفير 250 مليون يورو كما مساعدة سكنية 25 مليون يورو منها ستكون متوفرة لصندوق عمليات الإخلاء الطارئة وبالتالي فإن مستأجير المباني القديمة تواجهون قريباً زيادة بنسبة 8.6% وقال عمدة فينا لودفيك أن وزير المالية جاهل بسكان فينا وذلك بعد تصريح الوزير ماغنوس بأن مشكلة الإجارات مرتبطة بفينا فقط أكد وزير الخارجية النمساوية شارلن بيرغ أن 9% فقط من الشركات الأوروبية انسحبت من روسيا بينما 91% لا يزالون هناك وقال أن بنك رايف آزن يدرس جميع الخيارات الاستراتيجية لأعماله في روسيا منذ أكثر من عام معتبراً أن العقوبات الأمريكية شرعية تماماً وشدد شارلن بيرغ على امتثال جميع الشركات النمساوية للعقوبات دون شرط موضحاً أن روسيا ستبقى مهمة لأوروبا وقال أن روسيا لن تختفي من العالم وستظل أقرب جيراننا ولا أحد ينكر أن الأدب الروسي جزء مهم من الثقافة الأوروبية أعلنت دائرة الأجانب في فين نائم آ خمسة وثلاثين زيادة عدد الموظفين بحوالي تسعين موظفاً إضافي لتسريع البت في طلبات الجنسية وقال في داكيا نائم عمد التافينة ازداد الطلب على الجنسية منذ العام الماضي وحالياً حوالي 1300 شخص شهرياً يراجعون إم آ خمسة وثلاثين وسوف يتم تقصير فترات الانتظار الطويلة التي غالباً ما يتم انتقاضها إلى خمسين في المائة حتى الخريفة القادم وأكد في داكيا أن قانون الجنسية يحتاج إلى التحديث والتشديد بشكل عاجل من أجل منع الإجراءات المطولة تباين في دراسة أجرته مركز الممنوعات التابعة للاتحاد الأوروبي أن فين تستهلك القنب أو الكوكاين في حد الوسط مقارنة بالعواصم الأوروبية الأخرى وفحصت دراسة مياه الصرف الصحي على مستوى أوروبا تباين أن نسبة المخدرات التي يتم تعطيها في فين مشابهة لمدن أخرى تم فحصها حيث يتم استهلاك القنب بشكل متساوي ويتم تعطي الكوكاين وخاصة مخدر MDMA نهاية الأسبوع وتأتي فين الثالثة بعد كوفشتين وإنسبروك في التعاطي وتم فحص مياه الصرف الصحي في 104 مدينة أوروبية داهمت مفاوضية الاتحاد الأوروبي شركة ريدبول المصنعة لمشروب الطاقة في سالشبوك للاشتباه في انتهاك قواعد الاحتكار أوروبيا وأكدت شركة ريدبول أنها طلقت زيارة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي دون الإشارة إلى التفاصيل معلنة أن تعاونها الكامل وقالت المفاوضية أن عمليات التفتيش المفاجئة هي خطوة أولى في التحقيق في الممارسات المشبوهة المنافية للمنافسة وأكدت أنه لا يوجد موعد نهائي قانوني في استكمال هذه التحقيقات كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم تاركونا بتعليقاتكم كنت معكم أنا ريم أحمد أمسي سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر